دعنا نختم معك هذه الجولة من الحداثة ومنها نقرأ نواب الاقتصاصيين يبدأون إضرابا مفتوحا عن العمل بدأ نواب الاقتصاصيين أمس إضرابا مفتوحا عن العمل وذلك بالتزامن مع دخول إضراب أطبال امتياز يومه الثامن وانسحبا نواب الاقتصاصيين من 42 مستشفى في العاصمة والولايات وبرروا الإضرابا بعدم تنفيذ الوزارة لمطالبهم المتفق عليها المتمثلة في توقيع عقود محسنة معهم لفترة مؤقتة خلال فترة تخصصهم وشملهم في التأمين الصحي وتحسين الهيكل الراتبي للأطباء والكوادر الصحية بتعديل العديد من البدلات وتحسين مساكن الأطباء وأكد نواب الاقتصاصيين أن لجوءهم إلى الإضراب بسبب استنفاذ كل الخيارات يعني استنفاذ كل الخيارات وهذا الإضراب من جديد هذا السلاح الذي طالما يتكرر كلما ظهرت أو هناك مشكلة يعني ما الذي يحدث في القطاع الصحي أستاذ سمعي هو بصراحة خلينا نكون يعني عادلين في المسألة في المسألة أنا أعتقد أنهم لديهم مطالب مشروعة الأطباء في السودان يعني بيشتغلوا في الظروف قاسية جدا يعني في ظروف يعني على المستوى الاجتماعي والمستوى الشخصي مرتباطهم ضعيفة جدا بيشتغلوا حتى على مستوى المستشفيات هي ما فيها أي معينات للعمل وهي كوادر مؤهلة في السودان لكن أنا ضب مسألة هذا الإضراب صراحة سلاح الإضراب لكل والإضراب طبعا حق مشروع لفئات المتجمع يعني لكن بالنسبة للأطباء بهذا الحج أطباء الامتياز ثم نواب الإختصاصيين أنا أعتقد دي مسألة ما دايرين نقول إنها يعني بتنافي كمان الروح الإنسانية التي هي جزء أساسي من مهنة الطب لكن الحقيقة نحن أنا شخصيا أقف تماما مع مطالب الأطباء لكن صراحة مسألة الإضراب كم نفقد من الأرواح بهذه المسألة أنا أعلم كثير جدا من المرضى في الحوادث إلا الحالات الحرجة أو حالاتهم يسمون الحالات الباردة لكن أنا أعتقد يمكن أن تكون هناك حالات باردة لكن تتحول إلى حالات حرجة هناك مسألة إنسانية أنا أعتقد أن يجب على أطباءنا أن يهتموا بهذه المسألة لأنهم يتعاملون مع قطاع يختلف من أي قطاع آخر هناك من يقول بأن هذا الحديث حديث عاطفيا بنسبة كبيرة لأن الطبيب بذات نفسه لديه مطلوبات أخرى حتى يأتي مهيئا بكامل الكيفية إلى هذه المقار ويقدم ما لديه من خبرات ويقدم ما لديه من معلومات وأنت تعلمين مدى أن تعمل طبيبا أنا أتفق معك لكن أنت تقول حديث عاطفي ونحن نتحدث عن هذه العاطفة كجزء أساسي من المهنة الإنسانية العظيمة يعني هي مهنة تجرد إلا متى ولكن أنا في المهنة البداية تحدثت عن أن المسألة من حقهم تماما ما يطالبهم حقهم في الحياة الكريمة لأنهم بالفعل بيشتغلوا في ظروف قاسية ظروف قاهرة هذه أنا أفتكر أنها من المهم جدا أن تنتبه لها الدولة الشيء الثاني أن حقهم في الإضراب شيء مهم كان من الممكن أن يتم هذه المسألة بطريقة أخرى يعني يكون في اتفاق بأن الإضرابات تكون جزئية لكن بهذا الشكل الكامل أنا أعتقد فيها التعريض لأرواح الناس مواطنين يعني من الفغراء بالذات لأنه نحن ما بنخاطب الأغنياء لأنهم ما بنشر مستشفيات العامة بتاعت الحكومة لكن نحن بنخاطب شرائح ضعيفة من المجتمع هم اللي يسهبوا لهذه المستشفيات وبالتالي أنا أعتقد أن المفترض تكون هناك خيارات أخرى بالنسبة للمطالبة بالحقوق بالذات للفئة الأطباء يعني مثلا رفع مذكرات احتجاجية ممكن يكون الإضراب جزئي يعني ما إضراب كامل بالمستوى دا لأن الإضراب الكامل بشل الحركة تماما داخل المستشفيات وذي أنا أفتكر أنها حقيقة مشكلة ودمع إيماني الكامل بحقوقهم وذب مطالبتنا نحن كمان كإعلاميين من الدولة بأنها توفر لهؤلاء الجنود حقوقهم الدولة على رأس رئيس وزرائها حمدوك وجهها من قبل بمعالجة هذه المشكلة مشكلة نواب الاقتصاصين لماذا لم يتم الحل أو حسب المطالبة أشاروا إليها يعني كيف لك أن تتصور بأن الطبيب لا يشمله التأمين الصحي بأن الطبيب لا يتم تحسين هيكل الراتب لديه بأن الكوادر الصحية تعاني من مساكن يعني فضة جدا كيف تعلقينه هو طبعا يعني يمكن في قضيتين مهمات في المسألة دي كون إنه طبيب يعالج الناس ولا يقول لديه هو تأمين صحيح أنا أعتقد ذي كهارسة من الدولة صراحة يعني دي أكبر مشكلة ممكن أو ممكن فضيحة أنا أفتكر للدولة إنها كيف إنه الطبيب ما يكون عنده تأمين صحي دي المسألة أولا الحاجة الأفتكر الثاني مسألة التوجيه والله أنا يعني لاحظنا ونحن دايما يعني كناس بنحاول نكون قريبين من ملاحظات من الأشياء كثير جدا من التوجيه هذا الحكومة ما قاعدت يتنفذ أشكرك شكرا جزيلا أتمنى لك يوما سعيدا الكاتبة الصحفية والمحلل السياسية الأستاذة سمية سيد شكرا جزيلا شكرا لك شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة